موسيقى صباح الخير وهذه نشرة مفصلة لآخر وأهم الأنباء من الميادين وفيها واشنطن تتبنى اغتيال القياد في كتائب حزب الله أبو باقر الساعدي فصال المقاومة العراقية تتوعد بالرد وتظاهرات أمام السفارة الأمريكية في بغداد تطالب برحيل قوات التحالف القاهرة تستضيف جولة من المحادثات بشأن غزة بلينكين يتحدث عن مكان الاتفاق نتنياهو يوعز بالاستعداد لعملية في رفح وحمدان الميادين المقاومة قادرة على الاستمرار أشهرا الاحتلال يواصل مجازيره في غزة والمقاومة تستهدف قوة إسرائيلية كبيرة وعدد من الأليات وسط الشباكات عنيفة مع الاحتلال جنوب القطاع ووسطه شهيد مدني وعدد من الجرحة في الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الحدودية جنوب لبنان والمقاومة تواصل استهداف مواقع الاحتلال اعتداءات أمريكية بريطانية جديدة على اليمن تستهدف محافظتي الصعدة والحديدة وصنعات تؤكد نحترم من يحترم اليمن وسيادته وسلوك واشنطن يجرها نحو المجهود أهلا ومرحبا بكم عدوان أمريكي جديد هذه المرة في العاصمة العراقية بغداد نفذ بمسيرة استهدفت سيارة تضم قادة في كتائب حزب الله العراق إذن استشهد القياد في كتائب حزب الله العراق أبو باقر الساعد المعروف بأبي باقر ديالة في غارة استهدفت سيارته في العاصمة العراقية واستهدفت طائرة مسيرة بثلاثة صواريخ سيارة دفع ربعي في منطقة المشتل في شرق بغداد الأعلام الأمني في وزارة الداخلية العراقية أعلن أن فريقا فنيا مختصا من الأجهزة الأمنية شرعا في التحقيق في الحادث وفي بيانا عقب الاغتيال قال الأمين العام لكتائب حزب الله أبو حسين الحمداوي إن استشهد القائد الساعد يدعو إلى الثبات على نهجه الجهادي هذا فيما ذكرت وسأل أعلام عراقية أن القيادية في الكتائب أركان الأعلياوي الذي كان برفقة الساعد استشهده أيضا وبعد ساعات على الاغتيال تعرضت القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرق دير الزور بسوريا لهجوم بطائرة مسيرة حيث أفاد مراسل مادين في سوريا بسماع دوي انفجارات في المنطقة القيادة المركزية الأمريكية أعلنت اغتيالها القائد العسكري في كتائب حزب الله العراق بطائرة مسيرة في بغداد القوات الأمريكية أشارت في بيانها إلى أن هذا الاغتيال جاء ردا على الهجمات ضد أفراد الخدمة الأمريكية ووصفت الشهيد أبو باقر الساعدي بأنه المسؤول المباشر عن التخطيط والمشاركة في الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة مواقف عديدة خرجت تنديدا باغتيال أبو باقر الساعد ورفقيه الأمين العام لعصاب أهل الحق قيس الخزعلي أكد أن استمرار الاعتداءات الأمريكية دليل على الاستهانة والاستهتار الأمريكيين بالعراق حكومة وشعبا داعيا الحكومة إلى تقديم طلب رسميا إلى مجلس الأمن الدولي يطالب بانسحاب فوريا للقوات الأجنبية حركة النجابة أكدت بدورها أن هذا الانتهاك ليكون الأخير إن لم يكن هناك موقف رسمي صارم وحازم من الحكومة العراقية مشددة على أن ردها سيكون مركزا في الزمان والمكان المناسبين وفي اليمن أكد المكتب السياسي لحركة أنصار الله أن عملية الاغتيال تأتي في سياق الدعم الأمريكي لإسرائيل مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات على شعوب الأمة لن تؤثر في موقفها الداعم للشعب الفلسطيني أما حركة حماس فقد حملت الإدارة الأمريكية مسؤولية التصعيد في المنطقة مجددة تأكيدها أن المنطقة لن تشهد الاستقرارا أو سلاما إلا بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية كما شددت حركة الجهاد الإسلامي على أن العدوان الأمريكي على سوريا والعراق سيؤدي إلى تصعيد التوتر الإقليمي لافتة إلى أن الشعبين العراقي والسوري يدفعان ثمن مناصرتهما الشعب الفلسطيني في مقاومة حرب الإبادة وعلى إثر عملية الاغتيال خرجت تظاهرات في المنطقة الخضراء قرب السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد وردد المتظاهرون هتفات مناهضة للولايات المتحدة وحلفائها ومطالبة بالرد وقصف القواعد الأمريكية الله أكبر أمريكا الشيطان الأكبر الله أكبر أمريكا الشيطان الأكبر الله أكبر أمريكا الشيطان الأكبر مدينة كربلاء في جنوب العراق كانت قد أقامت مجلس عزاء لشهداء الحشد الشعبي الذين ارتقوا في الغارات الأمريكية الأخيرة على مقار الحشد في القائم وعكاشات وخلال مشاركته في مجلس العزاء أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض للميادين أن إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق أمر مهم وأساسي لإيقاف كل جرائمه وتبعاتها في السياق شدد الأمين العام لمنظمة بدر الهاد العامري في حديث إلى الميادين على أن ثمن دماء شهداء الحشد هو خروج المحتل في أقرب فرصة ممكنة هي جريمة ارتكبت على أرض العراق يجب أن تكون فاتمة هذه الجرائم وإن شاء الله جهود السيد رئيزراء وحكومتنا الوطنية في إنهاء وجود التحالف الدولي هي أمر مهم وأساسي لإيقاف كل هذه الجرائم وهذه الجداعيات هذا المرحلة المقبلة هي مرحلة إخراج الضوات الأجنبية هذا قرار السيد رئيزراء في إنهاء التحالف الدولي وبدأ نمط جديد من العلاقة تكون فيه سيادة محترمة ويكون ثوابت علاقية محترمة لدي رسالة واحدة سيكون ثمن هذه الدماء الطاهرة الزكية نسيذة الغدر الأمريكي الغاشم على العراق واستهداف مقرات الحجد الشعبي هو خروج المحتل في أقرب فرصة ممكنة كشفت مصادر في المقاومة للميادين أن وفد حركة حماس يصل اليوم الخميس إلى القاهرة المصادر أكدت أن لا صحة لما نشرته وسائل علام بخصوص مباحثات خاصة بين حماس والقطريين وما ذكرى من طلب القطريين من حماس خفض سقفها لفتت المصادر إلى أن النقاشات ستبدأ اليوم مع القطريين والمصريين مشددة على أن حماس أبلغت الوسطى أن الضغط العسكرية لا يؤدي إلى أي تغيير في موقفها بما في ذلك الهجوم على رفع القيادي في حركة حماس أسامة حمدان قال للميادين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي توقع رفض حماس مقترح باريس لكنه فوجئ بردها الإيجابي وفي مقابلة مع الميادين قال حمدان إلى أن الحديث عن قدرة الاحتلال على الاستمرار في الحرب لأشهر أمر مبالغ فيه أنا أعتقد أن نتنياهو كان يراهن أنه يمضي في جريمته لكنه فوجئ أن الوسطى يعبرون أن هذه الورقة التي قدمتها الحركة هي ورقة إيجابية بما في ذلك الموقف الأمريكي الذي لم يجد مبررا للاعتراض على الورقة ربما حتى الرئيس الأمريكي الذي فشل في أن يتذكر حماس أو المعارضة التي قدمت هذه الورقة قال أنها فيها شيء إضافي ومبالغ فيها لم يستطع أن يهاجم الورقة ولم يستطع أن يقول أن هذه الورقة غير مقبولة أو مرفوضة يعني أحرشتم أيضا الأمريكي بهذا الرد الإدارة الأمريكية أيضا وجدت نفسها الآن في موقف حرجي الإدارة الأمريكية زايدت كثيرا في رغبتها في إنهاء العدوان على غزة اليوم هناك ابتحان للموقف الأمريكي بغض النظر عن تقييمنا للموقف الأمريكي سلوك الإدارة الأمريكية العملي سيؤكد فيما إذا كانت جادة أم له رئيس الحكومة الإسرائيلية قال أنه لا يلتزم بأي وعود في الصفقة التي ترحتها حماس وأوعز إلى الجيش بالاستعداد لعملية عسكرية في رفع لم نوافق على طلب حماس بخصوص عدد المخربين الذين سيطلقوا صراحهم ولكن المفاوضات مستمرة يجب أن تكون هناك مفاوضات عبر وسطاء لكن ليس في ضوء رد حماس لا حل سوى النصر التام الاستسلام لمطالب حماس لن يؤدي إلى تحرير الأسرة والضغط العسكري شرط لتحقيق ذلك أصدرنا تعليمات إلى الجيش من أجل التحرك في محافظة رفع ونقطتين في وسط قطاع غزة ورغم تصريحات نتنياهو رأى وزير الخارج الأمريكي أنتني بلينكين أن هناك أفقا في المفاوضات مع المقاومة الفلسطينية بشأن تبادل الأسرة لقد ركزنا بشكل مكثف منذ اليوم الأول على إعادة جميع الرهائن إلى عائلاتهم حيث ينتمون وسيبقى هذا الأمر أولوية حتى نستعيدهم لقد أطيحت لنا الفرصة اليوم لكي نناقش مع الحكومة الإسرائيلية الرد الذي أرسلته حماس الليلة الماضية على الاكتراح الذي قدمته الولايات المتحدة وقطر ومصر لإعادة الرهائن المتبقين وتمديد الهدنة الإنسانية ما يمكنني قوله عن هذه المناقشات هو أنه رغم وجود بعض الأمور غير الواضحة في رد حماس فإننا نعتقد أنها تخلق مساحة للتوصل إلى اتفاق وسنعمل على ذلك من دون هوادة حتى نصل إلى اتفاق نتنياهو كان قد التقى بلينكين في جلسة متولة في القدس المحتلة ثم عقد لقاء موسع حضره أيضا كل من وزير الدفاع ورئيس جهاز الموساد ورئيس الشباك ورئيس هيئة الأركان في الجيش ومسؤولون آخرون موقع أكسيس الأمريكيين قال عن مصدر إسرائيلي أن بلينكين أبلغ الإسرائيليين أن الإدارة الأمريكية تشعر بقلق بالغ بشأن التوسع المحتمل للعملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب غزة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أحذر وزير الخارجي الأمريكي أنتني بلينكين من عواقب أي عملية عسكرية قد تقوم بها قوات الاحتلال في مدينة رفح عباس التقى بلينكين في مدينة رامالله وأكد ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وطالب الرئيس الفلسطيني بتدخل الجانب الأمريكي لمنع ما تقوم به سلطات الاحتلال من تهجير للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وبالتزامن مع وجود الوزير الأمريكي في مقر المقاطعة في رامالله تجمع عدد من المتظاهرين رفضا للزيارة ورفع المشاركون فيها شعارات غير مرحبة ببلينكين وأخرى تتهم واشنطن بالتشجيع على قتل الفلسطينيين رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيي أشار في مقابلة مع قناة الميادين إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو يبتز الإدارة الأمريكية لأنه يعلم أنها ذاهبة إلى انتخابات بالمجمل العام قدرة الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل أصبحت محدودة جدا وواضح تماما ونحن نعرف أن نتنياهو قادر على أن يبتز وأنا هنا أصر على كلمة أن يبتز الإدارة الأمريكية لأنه يعلم أن هذه الإدارة ذاهبة إلى انتخابات وهذه سنة انتخابية ولذلك ليس كل ما طلبت منه الإدارة الأمريكية نفذوا وبذليل موضوع المال الفلسطيني موضوع الاستيطان موضوع كل المواضيع التي الإدارة الأمريكية طلبتها إما أن يكون الضغط غير جدي وإما أن يكون نتنياهو قادر على ابتزازهم بأعتقد أنه الجهتين اشتي أشار إلى أن الأولوية اليوم هي وقف العدوان والإبادة الجماعية ثم انسحاب جيش الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة نريد انسحاب إسرائيل كامل من قطاع غزة اليوم الثاني لكن الذي يهمنا مش بس اليوم التالي أنا بصراحة الذي يهمني بالدرجة الأولى اليوم الحالي وهو وقف القتل وقف العدوان وقف الجرائم وقف الإبادة الجماعية المحكمة للأسف الشديد أخذت ست قرارات من تسعة نعم ولكن المحكمة لم تنادي بوقف اطلاق النار وهذا إسرائيل اعتبرته كأنه رخصة للقتل أو رخصة للاستمرار بالقتل معنات هذا الكلام اليوم التالي لجميع الأراضي الفلسطينية نريد أن نتأكد من انسحاب إسرائيل من قطاع غزة ونريد أن يكون هناك مسار سياسي يؤدي إلى حل الدولتين الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتيريش حذر من أي هجوم بري إسرائيلي محتملا على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة وحث على وقفه أي هجوم بري إسرائيلي محتمل على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة سيزيد على نحو هائل ما هو أصلا كابوس إنساني مع تبعات إقليمية لا تحصى يجب فرض وقف إنساني فوري لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن جوتيريش حذر من أن العالم يدخل حقبة الفوضى ولفت إلى أن الانقسامات العميقة التي يعانيها مجلس الأمن الدولي جعلته غير قادر على التعامل مع قضايا ملحة هذه ليست المرة الأولى التي ينقسم فيها المجلس لكنها الأسوأ الخلل الحالي أعمق وأخطر بخلاف ما كانت عليه الحال في الحرب الباردة عندما ساعدت الآليات الراسخة في إدارة العلاقات بين القوى العظمى إن هذه الآليات أصبحت غائبة في عالم اليوم المتعدد الأقطاب عالمنا يدخل حقبة الفوضى محور فلادلفيا أو محور صلاح الدين أزمة تتصاعد حدتها بين مصر وإسرائيل في ظل حديث الأخيرة عن قرب التواصل لاتفاق حول الشريط الحدودي ونفي القاهرة لهذا الأمر التفاصيل مع خالد أبو عرب محور فلادلفيا أو محور صلاح الدين أزمة تتصاعد حدتها بين مصر وإسرائيل ففيما تتحدث تل أبيب عن قرب التواصل إلى اتفاق بشأن الشريط الحدودي بين مصر وغزة تنفي القاهرة بشدة أي نوع من التنصيق بشأن الترتيبات الأمنية في الممر قبل أن يتصاعد الخلاف وينتقل إلى مستوى التصريحات الرسمية مع وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الممر الحدودي بالثغرة التي يجب إغلاقها هذا الأمر دفع القاهرة إلى الرد رسميا أن أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه سيؤدي إلى تهديد خطر وجدي للعلاقات بين البلدين السلطات المصرية ترفض بشدة هذا الأمر لأن سمحها لقوات الإسرائيلية بتنفيذ عمليات أو تركيب كاميرات أو السماح بمرور مسيرات دوليات كل هذا أولا فيه انتهاك للتفاقية 1979 ثانيا انتهاك للسيادة المصرية ثالثا يظهر مصر وكأنها عاجزة عن حفظ الأمن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن محور فلادلفيا أثرت حافظة الشارع المصري والقوى السياسية لاعتبارها انتهاكا للسيادة المصرية رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري لواء أحمد العوضي شدد على أن المساس بهذا المحور أمر مرفوض في موقف يعكس الرفضة الرسمية والشعبي المصري للمساس بالأمن القومي للبلاد ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية نجحت مصر ونجحت الدولة المصرية في بناء مسار سياسي ومسار شعبي ومسار دبلوماسي داعم وضاغط على إسرائيل حتى لا تذهب بعيدا وتحتل محور فلادلفيا أو تبقي فيه بعض القواعد العسكرية أو تنشئ ما تقول أنه سور تحت الأرض لمنع تدفق الأسلحة والزخيرة على قطاع غزة مصر تقول أن المصدر الأساسي لأسلحة المقاومة في قطاع غزة هو الجيش الإسرائيلي محور فلادلفيا شريط حدودي بطول 14 كم يعد منطقة عازلة بموجب اتفاقية كام ديفيد ويرى خبراء أمنيون أن الدعاءات تل أبيب بوجود أنفاق بين سيناء وقطاع غزة هي الدعاءات كاذبة باعتبار أن مصر سبق أن دمرت أكثر من 1500 نفق على الحدود المصرية الفلسطينية مخططة إسرائيلية لمحاولة السيطرة على محور فلادلفيا الحدودي ونفي مصري لوجود أي اتفاق أو تنسيق بشأنه مع اعتبار المحور خطا أحمر أعلنته مصر مرارا وهو رفض القاطع لتهجير الفلسطينيين قصرا أو طوعا إلى سيناء خالد أبو عرب القاهر الميادين وفي التناغم إلى حد ما مع رد حماس على ورقة باريس أعلنت وزارة الخارجية السعودية موقف المملكة من مسألة التطبيع حيث تشترط وقف العدوان مع خطوات جدية تتعلق بإقامة دولة فلسطينية مستقلة التفاصيل مع محمد أبو عبد الله كأن ما تقول الرياض لا تطبيع إلا في إطار مبادرة السلام العربية في شقها الفلسطيني على الأقل في تناغم أكثر مع ما فرضته مقاومة غزة من معادلة تفاوضية وقد مضى على تلك المبادرة 22 عاما حين أطلقها الملك الراحل عبد الله في قمة بيروت واليوم تجل وزارة الخارجية موقف المملكة بشأن سعيها للتطبيع في البيان تشديد على ثبات الموقف مرتين الأول تجاه القضية الفلسطينية وحصول الفلسطينيين على حقوقهم وهو أمر قائم حتى اللحظة بمنطوق البيان والثاني إبلاغ الإدارة الأمريكية باستبعاد أي تطبيع ما لم يتم الاعتراف بدولة فلسطينية تمتد حدودها إلى ما قبل حرب 67 وعاصمتها القدس الشرقية وتفصيلا للموقف وفقا للتطورات في غزة يشترط بيان الرياض إيقاف العدوان الإسرائيلي مع سحب الاحتلال قواته جميعها من القطاع وتدعو الخارجية السعودية إلى الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية ولا سيما من لم تفعل ذلك حتى الآن من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والبيان رد على كلام للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أشار فيه إلى رد إيجابي تلقته إدارة بايدن يفيد باستعداد الرياض وتل أبيب لمواصلة مناقشة التطبيع صحيفة عكاذ السعودية ذهبت إلى ما هو أبعد بالحديث عن قطع الطريق أمام المزايدات بشأن موقف المملكة فالبيان نفي قاطع لتسريبات غير صحيحة تقول الصحيفة تحاول واشنطن على ما يبدو تمريرها للإعلام والتسريبات الأمريكية الإسرائيلية تحاول بحسب عكاذ إهام الرأي العام بانفتاح السعودية على التطبيع في ظل استمرار العدوان وهدفها التأثير في جهودها الرامية إلى وقفه وثم تطرح آخر يرى البيان في سياق الضغط على حكومة نتنياهو فتل أبيب مخيرة بين أمرين إما الاستمرار في التعنت مع تبخر أحلام التطبيع مع الدولة الأهم كما يصفها الإسرائيليون وإما إنزال سقف الحرب على غزة بالنظر مليا في شروط المقاومة الفلسطينية ولا يملك نتنياهو ولا غيره من خيار ثالث ولا سيما أن صمود المقاومة قد أربك الحسابات جميعها في تل أبيب واشنطن وفرض معادلات إقليمية بإنجازات في الميدان محمد بعبدالله الميادين في المقابل واصل الاحتلال مجازره وأفاد مراس الميدين بارتقاء عدد من الشهداء في قصف إسرائيلي استهدف حي الصبر جنوب مدينة غزة جيش الاحتلال نسف اليوم مربعا سكنيا في بلدة عبسان الجديدة شرقية محافظة خان يونس كما ارتقى ثلاثة شهداء بقصف الاحتلال منزلا لعائلة عواجة في مخيم الشعوت جنوب رفح وآلت وزارة الصحة ارتفاع عدد الشهداء إلى 27 ألفا وسبعمائة وثمانية والجرحى إلى سبعة وستين ألفا ومائة وسبعة واربعين يتأب القسام على استهدافها وصرايا القدس قوة إسرائيلية خاصة مكونة من عشرة جنود تحصنوا داخل منزل غرب مدينة خان يونس بقذيفتين مضادتين للأفراد قبل الاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة القسام أعلنت استهداف دبابتين ميركافا في محيط مستشفى أصدقاء المريد غرب مدينة غزة وغرب حي الصبرى في مدينة غزة كما أعلنت قنصة جنديا إسرائيليا قرب مفترق الصناعة في مدينة غزة واستهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل في منطقة لبلوك جيم غرب مدينة خان يونس بقذيفة مضادة للتحصينات أتبعتها بقذيفة مضادة للأفراد وأكدت القسام إقاع القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح وسماع أصوات صراخ جنود الاحتلال بدورها أعلنت سرايا القدس إطلاق طائرتين انتحاريتين من نوع صياد وسحاب باتجاه تجمعات جنود العدو وألياته غرب غزة كذلك أعنات استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية ما أدى إلى مقتل من بداخلها واشتعال النار فيها في محيط حي الأمل غرب خان يونس ونشرت مشاهدة لرشقات صاروخية قصفت بها السرايا المواقع والحشودات العسكرية الصهيونية في محاور التوغل هند واليان لا تزالان مجهولتي المصير بعد أكثر من أسبوع على استهداف دبابة إسرائيلية سيارة كانت تقلهما أهل طفلتين دعوا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل الفوري للضغط على سلطات الاحتلال للكشف عن مصيرهما ومصير فريق الهلال الأحمر آخر كلمات ليان قبل فقدان اتصال بالهلال الأحمر الفلسطيني هي وقريبتها هند رجب ناجيتان من آلة القتل الإسرائيلية لكنهما مجهولتا المصير هند ابنة الأعوام الستة كانت مع أفراد من أسرتها في سيارة قصفتها دبابة إسرائيلية في مدينة غزة آخر الشهر الماضي يتحدث جدها يحبس أنفاسه ويغرق بدموعه قائلا في أثناء توجه الإسعاف نحو السيارة كانت والدة هند تكلمها عبر الهاتف ثم سمعت صوت باب السيارة يفتح قبل أن يفقد الاتصال الطفلة وقريبتها ليان ابنة الخمسة عشر عاما مجهولتا المصير بعدما استشهد والدها ليان وأشقاؤها الثلاثة داخل السيارة فيما بقيت هي وهند على قيد الحياة أما آخر كلمات ليان في اتصال بالهلال الأحمر فإخبارها باقتراب دبابة إسرائيلية منهما وانقطع الاتصال فروحت حطت بنتي في السيارة مع الأطفال مع أولاد عمي وعمي ومرت عمي ركبت هند في السيارة معهم سبب المطر إحنا سبناهم يروحوا من مفترق وإحنا رحنا في مفترق تانس ساعة ساعة 18 دقايق سمعنا إطلاق ماركة ليف تجاه السيارة اللي فيها هند وعائلة عمي ليست الشهادة ما يخشاه أهل غزة بل عدم التمكن من دفن شهدائهم في غزة حتى دفن الشهداء بات صعبا بفعل ممارسات الاحتلال في حق شعب أعزل يفتقد أدنى مقومات الحياة محمد عز الدين الميادي في الضفة الغربية المحتلقة تحمت قوة الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل حيث عمدت إلى تفجير منزل عائلة الشهيد حسن قفشا بعد محاصرته ودهمه وأظهرت المشاهد اللحظات الأولى لتفجير منزل عائلة الشهيد الذي كان قد ارتقى برصاص الاحتلال عند حاجز النفق غرب بيت أجالة في محافظة بيت لحم أواخر العام الماضي كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي الشيوخ وسعير شمالي الخليل وعناتا شمالية شرقية القدس المحتلة وفي نابلس اقتحم الاحتلال مدينة أريحة ومنزل عائلة الشهيد محمود عودة في بلدة قصفة دعا حراك أنقذ الأسرة ومجلس الطلبة والحركة الطالبية إلى مسيرة حاشدة عند دوار المنارة في رمالة نصرة للأسرة الفلسطينيين في سجون الاحتلال الحراك رفع شعار لن نستقبل أسران شهداء ولافتات تطالب بالحرية للأسرة وصور الأسرة في سجون الاحتلال سيري سيري للأمام يا جماهيرنا تشعر يا اللي لابس عن طب ولينا يا شباب طب ولينا يا شباب طب ولينا والعالم بيتطر إحنا من طالب نطلع لأحساس أنه الصليب يتحرك أو مؤسسات الفقوق الإنسان وهي يعني أنهم يعرفون لأخبار عن الأولاد أو أي إشي يعني نعرف عنهم لأنهم مش عارفين عنهم ولا إشي إحنا من 6 أكتوبر يعني إذا بيطلع أسير يعني يكون شايف ابنك أو إشي بيحكي لك عنه إذا ما طلعش خائم عنده ما حد يعرف عن حدا إشي اليوم إحنا عملين الوقف هاي لنطالب بحرية الأسرة والأسيرات زي ما بنسمع اليوم الظروف عند الأسرة والأسيرات من 7 أكتوبر لليوم هي على نفس الحال ما تحسنت الظروف والأشياء كمان عم تزداد والشهادات اللي عم بدلوا فيها الأسرة والأسيرات بعد تحررهم كثير هي صعبة على جبهة الشمال نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان خمسة عمليات استهدفت مواقع إسرائيلية حدودية المقاومة أعلنت أن مجاهدها استهدفوا قاعدة خربة ماعر بصاروخ فلق واحد وأصبوها إصابة مباشرة كما أعلنت استهداف تجمع لجنود العدو في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وموقع زبدين في مزارع شبع اللبنانية المحتلة كما أعلنت استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيطه بالأسلحة الصاروخية إضافة إلى استهداف تجهيزات الفنية في موقع رامية واستشهد مواطن وجرح أثنان في القصف الإسرائيلي الذي استهدف بلدة الخيام الحدودية جنوب لبنان قوات الاحتلال قصفت أطراف بلدات لضهيرة ووادي حسن بين بلدتين مجد الزون وطير حرفة كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدتين راشي الفخار وكفر حمام في الأثناء تروج وسائل أعلام أمريكية وإسرائيلية تهديئة مرتقبة على جبهة شمال فلسطين المحتلة وتأمل واشنطن أن تعلنها قريبا تنص التهديئة على تفاهمات جديدة لإعادة الهدوء إلى الحدود الشمالية لكنها تصطدم بالتأكيد المقاومة أن أي تهديئة على هذه الجبهة مرتبطة بانتهاء العدوان على غزة حسين السيد لا يخمدها برد الشتاء ولا يوثر فيها لهيب الصيف نار الشمال متقدة مدام غبار الحرب في غزة متناثرا هو موقف واضح وليس موضع نقاش بالنسبة للمقاومة الإسلامية في لبنان بغض النظر عن تكثيف الضغوط والتهويل وزحمة الوسطاء لكن قناعات المقاومة الراسخة تختلف عن التصور الأمريكي بشأن التهديئة التي تريدها في الجبهة الشمالية لإراحة حليفتها الاستراتيجية المنهكة فكيف سيتجه المسار السياسي للوضع الحدودي الميداني بين لبنان وفلسطين المحتلة وماذا بإمكان الوساطات أن تفعل في هذا السياق في إطار المحاولات الأمريكية للتوصل إلى تهديئة في الشمال انطلاقا من قناعاتها بانفصال الجبهات يدور الحديث في الأعلام الأمريكي والإسرائيلي عن تفاهمات ترعاها واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون تؤدي إلى وقف المعارك يكشف موقع أكسيوس أن التفاهمات الجديدة ستكون شبيهة بصغة اتفاق نيسان عام 96 وكما جرى حينها لن يتم توقيعها رسميا من الطرفين بل ستصدر عن واشنطن وحلفائها الأوروبيين والتي ستعلن فوائد اقتصادية للبنان أيضا ستشمل التفاهمات أيضا التزاما من الجانبين بوقف تبادل إطلاق النار على أن لا يسحب حزب الله قواته إلى شمال نهر الليطاني إنما إلى مسافة ثمانية إلى عشرة كيلومترات من الحدود إضافة إلى نشر نحو 12 ألف جندي من الجيش اللبناني على طول خط الحدود في المقابل سيطلب من إسرائيل وقف تحليق طائراتها الحربية في المجال الجوي اللبناني والالتزام بسحب جزء من قواتها من الحدود لكن مصادر أكسيوس تشير إلى أن التفاهمات الجديدة يمكن تنفيذها حتى لو لم يكن هناك وقف كامل لإطلاق النار في غزة تصور أمريكي يصطدم بقناعات المقاومة فالجبهة من جنوب لبنان فتحت في الأساس إسنادا لغزة ولا يمكن إغلاقها إلا بانتهاء العدوان على القطاع وهنا لا تتعامل المقاومة من موقع ضعف إنما كصاحبة اليد العليا لفرض شروطها في أي صيغة حدودية ميدانية مرتقبة وكلام السيد نصر الله في هذا السياق واضح أوقف العدوان على غزة وبعد ذلك لكل حادث حديث حركة أمل شيعت في مدينة سور جنوب لبنان شهداءها الثلاثة الذين ارتقوا إثر غارة لقوة الاحتلال على قرية بيت ليف المحاذية للحدود مع فلسطين المحتلة آلاف المناصرين للحركة شاركوا في المراسم حيث أطلقوا شعارات منددة بالاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته على جنوب لبنان فضلا عن التمسك بنهج المقاومة ومواصلة شن الهجمات ضد الاحتلال في حركة أمل وفي نهج المقاومة نؤكد أن قوة لبنان في جيشه وشعبه ومقاومته هذه المعادلة التي ترسخت من خلال دمائكم فإذا فكرتم بأي عدوان أو اعتداء على أي شبر على وطننا العزيز لبنان ستجدوننا في حركة أمل وحزب الله وفي كل عناصر المقاومة بالبرصاب الوضع على جبهة لبنان لا يزال يمثل معضلة كبيرة بالنسبة إلى الحكومة والجيش الإسرائيليين والسيما في ظل نقمة المستوطنين هناك وغضبهم على طريقة معالجة الجيش تهديد حزب الله التفاصيل مع منال إسماعيل كلما ارتفعت نبرة تهديد المسؤولين الإسرائيليين للبنان وحزب الله ارتفع معها منصوب الغضب والانتقاد لهؤلاء المسؤولين من قبل المستوطنين الذين هجروا مستوطنات الشمال المحاذية للحدود مع لبنان رؤساء المجالس المحلية في الشمال وجهوا انتقادات كبيرة للمسؤولين الإسرائيليين وقالوا إنه فيما يحاولون إظهار صورة انتصار على الأرض فإن السكان ببساطة لا يعرفون متى سيعودون إلى منازلهم ولا توقعات في الأفق تململ المستوطنين في الشمال بعد مغادرتهم منازلهم منذ أكثر من أربعة أشهر دفع بعضهم إلى اتخاذ قرار بعدم العودة إلى هناك حتى إذا حصلت تسوية أظهر استطلاع للرأي شمل 2500 شخص من سكان كرياتشمونة والمستوطنات المجاورة أن أربعة من كل عشرة أشخاص لا ينون العودة علينا أن نفهم أن عناصر حزب الله يسكنون هنا وحين يقصون القصص عن إبعادهم هذا لن يحصل هم لن يذهبوا من هنا ولذلك يجب أن لا نخدع أنفسنا بأنه إذا وجد اتفاق فإن كل شيء سيكون جيدا وفيما قال محللون إن الحرب في الشمال تحولت إلى روتين بالنسبة إليهم مع تكرار إطلاق النار على مستوطنات الشمال بنحو يومي أشار آخرون إلى أنه لم يسبق أن كانت هناك فجوة عميقة إلى هذا الحد بين التوقعات الإسرائيلية الإيجابية لتسوية سياسية وبين الوضع في الميدان منال إسماعيل الميادين وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنروا سيترك تبعات خدمية وسياسية على اللاجئين فيما يتهم الفلسطينيون الدول المانحة التي علقت إسهاماتها باعتماد نهج مستمر في مسار تصفية القضية الفلسطينية التفاصيل مع زميل جمال الغربي مستقبل أكثر من 38 ألف تلميز فلسطيني في لبنان مهدد كذلك ألاف المستفدين من الخدمات الصحية والاجتماعية والإغاثية هي الكارثة الإنسانية التي يخشاها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان في حال توقفت تقديمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في نهاية شهر آذار مارس المقبل بحسب ما أعلنت الوكالة الهدف من وقف التمويل هو تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذي أقرته الشرعية الدولية وهنا نعتبر أن وقف الدعم عن وكالة الغوث هو جاء بضغط أمريكي الصحيوني من أجل التحلل من وكالة الغوث عن خدماتها وتحت شعار تعليق المساعدات للأنروا هو مساهمة للإبادة الجماعية وشطب لحق العودة ترجم أبناء الشتات موقفهم من خلال عدد من الوقفات في المخيمات والتجمعات في لبنان نطالب الوليات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية بالرجوع عن قرار الجائر ونحن نعتبر هذا الإجراء جاء دعماً لسياسة العدو الصحيوني ومن يدعمه من جاء هذا الأيان القرار يتفق الفلسطينيون بكل مشاربهم على أن قرار الدول المانيحة ليس وليد اليوم بل هو نهج مستمر يعضف إلى تصفية الشاهد الأممي على سرية فلسطين التاريخية وعلى نكبة شعب مستمرة منذ ما يقارب 76 عاماً بينما تحاول إسرائيل مع حلفائها إلغاء دور وكالة الإنروا باستمرار وآخر هذه المحاولات بعد ملحمة توفان الأقصى يؤكد اللاجئون في لبنان التمسك بالوكالة أساساً لحق العودة إلى الديار جمع الغربي مخيم عين الحلوي جنوب لبنان الميادين إلى اليمن حيث استهدف عدوان أمريكي بريطاني جديد بعد منتصف ليلة أمس استهدف منطقة الاقتينات بمديرية باقم الحدودية في محافظة صعدة شمال اليمن ومحافظة الحديدة غرب البلاد وكان مرأس الميادين في الحديدة قد أفد بأن العدوان استهدف بغارتين منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف وفجر الثلاثاء شن العدوان الأمريكي البريطاني ثلاث غارات على شرق مدينة صعدة مرأس الميادين نقل عن مصادر أن الغارات الأمريكية البريطانية لم تحقق إصابات أو تلحق ضرراً بالقدرة العسكرية للقوات المسلحة اليمنية نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي قال أن مواصلة الولايات المتحدة لسلوكها العدائي يجرها شيئاً فشيئاً نحو المشهول وفي منشور له في موقع أكس شدد على أن صنعاء معنية فقط باحترام من يحترم سيادتها ومصالح شعبها مشيراً إلى أن كل جهة لا تأخذ بعين الاعتبار هذا المبدأ هي مخطئة في حق اليمن وفي حق نفسها ومصالحها وختم منشوره بعبارة إن أذكى الغزاة في تاريخ اليمن هم الذين تراجعوا من الجولة الأولى يعاني صيادو مدينة الحديدة في اليمن من استهدافهم من قبل القوات الأمريكية والبريطانية التي تتمركز في قواعد عسكرية بالمنطقة والتي تشن اعتداءاتها وغاراتها شبه اليومية على المدن اليمنية فضلاً عن الحصار المفروض على البلاد التفاصيل مع عبدالله الفرح الساحل الغربي لليمن يشهد خلال السنوات الأخيرة تنافساً شرساً بين الأقطاب العالمية الكبرى لما يزخر به من ثروات معدنية متعددة ولموقعه الاستراتيجي المتحكم بالبحر الأحمر ولذا استغل أعداء اليمن محطات الحروب وعطلوا موانئه وحركته التجارية منعكس سلباً ولا سيماً على الصيادين بعد عسكرة البحر الأحمر واستهداف الحديدة بالغارات أن التواجد الأمريكي وتأثيره على الصيادين وعنعكس التواجد الأمريكي على مصادر رزق الصيادين لعدم خروجهم إلى مواطن الاستياد في المياه الإقليمية ما نقدرش أن ندخل لعماق البحر من البوارج الحربية الأمريكية البريطانية ما نقدرش أن ندخل نستاذ لعماق البحر نهائياً أحلى لليمنيين صيد البحر رغم الصلف الأمريكي البريطاني الذي يعبث بسواحل اليمن واختطاف بعض هؤلاء من أرتيرها ومع ذلك يواصل هؤلاء العمل في مهنتهم ومصدر عيشهم الوحيد رغم انحصار حركتهم في البحر ويقولون إن شجاعتهم هذه رغم محدوديتها قد اكتسبوها من جرأة بلدهم وشجاعة جيشهم الذي أصبح سندهم في أي معادلة مقبلة وجعل بين العدوان وبينهم ردمها الصيادين لا يمكن أن تثنيهم أو يثنيهم هذا التواجد أو يرهبهم أو يخيفهم اليوم بفضل الله عز وجل الذين قيادة شقاعة والذين أيضا قوات مسلحة لا تهبه بالتهديدات الأمريكية البريطانية وأيضا تقوم بواجبها الديني والأخلاقي والأخوي تجاه ما يتعرضون لنا وإخواننا في غزة الصيد في الحديدة مهمة صعبة ومعقدة ولسيما في زمن الحرب والحديد والنار ولكن أبناء هذه المحافظة الساحلية يكتسبون الصبر من مهنتهم التي تتطلب ذلك ويقولون ساخرين إن صيد السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية من قبل البحرية اليمنية يعد أسهل من صيد الأسماك رغم العوائق المتعددة أمام هؤلاء الصيادين الذين عزائمهم قدت من الصخر فإنهم يجعلون من محافظتهم رافدا اقتصاديا لكل اليمن ويدفعون عجلة التنمية إلى الأمام بعيدا من الحصار الخانقي والتأمر العالمي من محافظة الحديدة الساحلية عبدالله الفرح الميادين ويردنا على سؤال للميادين بشأن المناورات البحرية الروسية الإيرانية الصينية المشتركة بالقرب منطقة الشرق الأوسط وموقف الولايات المتحدة وحلفائها منها أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن روسيا لا تصوب ولا تتحدى أحدا عكس الولايات المتحدة وبريطانيا سعيتين لتوتير الأوضاع مشيرة إلى أن لدى موسكو مهمة محددة مع حلفائها وستنفذها من دون تهديد لأحد وأضافت زخاروفا أن الاعتداءات الأمريكية قائمة على أسس دمار الأمن والاستقرار في المنطقة والتي هي في الأساس غير مستقرة والآن الحالة أكثر سوءا وفق تعبيرها للميادين فشل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في التواصل إلى اتفاق ينص على رصد أموال جديدة لأوكرانيا وإسرائيل وعلى تغيير في نظام الهجرة إلى الولايات المتحدة بعد أشهر من المفاوضات الشاقة في شأنه رئيس الكنيسة الإسرائيلي أمير أوهانا كان قد التقى رئيس مجلس النواب الأمريكي ماك جونسون في سياق جهود الضغوط على صناع القرار للدفع قدما بحزمة المساعدات المقترحة لتل أبيب والبالغة 14 مليار دولار وصف الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو كرهية الأجانب المتزايدة والموجودة في أوروبا والوديات المتحدة ضد اللاتنهين والأفارقة والعرب والمسلمين بالأمر المؤسف والمثير للقلق وخلال تصريح له ضمن بودكاست على موقع يوتيوب شدد مادورو على أن نخب الغرب واليمين المتطرف الفنزولي لم يتوقف عن خططهما لوضع رئيس للبلاد كدمية لمصالحهما لافتان إلى أنه تم خداع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال ولايته حيث كان من المقرر أن يلتقي به عام 2018 على هامش جلسة للأمم المتحدة إلا أن وزير خارجيته ومستشارين في إدارته بذلوا كل ما في وسعهم لمنع اللقاء ولو تم اللقاء لكنا قد أصبح صديقين وفق تعبير مادورو خطر المجاعة يدق أبواب ملايين السودانيين بسبب استمرار الحرب والمنظمات الدولية تحذر من عدم تلبية المجتمع الدولي لنذاءات الإغاثة من جناف موسى عاصي أربعة مليارات ومائة مليون دولار تحتاج إليها المنظمات الدولية لسد احتياجات السودان الإنسانية خلال العام الحالي فالقتال المستمر بين حلفاء الأمس منذ عشرة أشهر دمر بنية تحتية سيئة بالأساس وقطع أوصال الحياة ورمى ملايين سودانيين في براثن الجوع الأمراض والأوبئة تتفشى والمساعدات على شحها تصل بصعوبة أو تسرق من قبل حامل سلاح نصف سكان السودان أي 25 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وعدد كبير جدا منهم من الأطفال ويعاني 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد بزيادة عشرة ملايين شخص عن العام الماضي بدأنا برؤية مجاعة محتملة وهذا ينجم عن عدم قدرة الناس على الزراعة أو الحصاد ويتعذر عليهم الوصول إلى الطعام بسبب استمرار القتال هناك أيضا الجراد الذي يزيد من سوء الأوضاع الوهود بتقديم الدعم لم تتبلور بعد لكن المنظمات الدولية تحذر من مستويات غير مسبوقة للمجاعة إذا اليوم المساري ما أجيت والمنظمات الإنسانية ما عندها لإدرة تقوم بعملها أكيد شو بدأت تعمل هالأشخاص بدأت تلجأ لتشرب من ميت النهر يلي رح تودي لأمراض مستعصية مثل الكوليرا يلي بلشنا نشوفه بكسلة وخاءه بأطراف الخرطوم يعني الناس رح تعمل أمور تتعود على نمط عيش ولكن للأسف الولد لعمره شهرين لسنة بده حليب بده تغذية معينة للأسف غير موجودة على الأرض التدخل الخارجي يتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية استمرار الصراع وقطع الطريق على الحلول هذه الأزمة ما كان لها أن تستطيل وأن تتعدى شهر واحد لو لا وجود امتدادات دائمة للمليشيا على مستوى الإغليم وعلى المستوى الدولي ولذلك لا بد من تدارك هذا الأمر يجب أن يقف الدعم الخارجي للمليشيا فورا منظمات الأمم المتحدة تحدر من أهمال الأزمة السودانية مقارنة بأزمات دولية أخرى لأن خطر تمدد الصراع إلى دول المنطقة كبير جدا صراع دموي على السلطة ومصالح خارجية تصب الزيت على النار في بلد غني بثروات طبيعية لا تنضب بات نصف شعبه بعد عشرة أشهر من القتال على حافة الجوع والنصف الآخر ينتظر فتاة المساعدات الدولية مصاعص الأمم المتحدة جنيف الميادين إلا هنا نكون قد وصلنا إلى ختم هذه النشرة مشاهدين المسجد من الأخبار والتقارير تجدونها دائما على صفحات الميادين دوت نت باللغات العربية والإنكليزية والإسبانية هذه النشرة انتهت ولكن التغطية مستمرة أبقوا دائما مع الميادين